أول سؤال وصلنا بيقول توفي يا أخي من عشر سنوات وبعد وفاته في المستشفى وقبل الغسل قالت لي أختي أوعدك بإني أحج لك لأنه كان يرغب في الحج قالت له أختي أوعدك بإني أحج لك لأنه كان يرغب في الحج ولكنه لم تأتي له فرصة رغم توفر المال معه وقد ورصناه أنا وأختي ووالدتي وأبناء عمي فالسؤال لهذا العام فازت أختي بحج القرعة ووهبت الحج لأخي لأنها حجت من قبل فهل تتحمل تكاليف الحج بمفردها أم أتقاسم أنا وهي الرجاء الإفادة لأنه موضوع عام مشاكل بنا هو السؤال هنا دلوقتي الحج أصبح كأنه دين على أخيك ليه؟ لأن أنت قلت أنه كان عنده مال وعنده قدرة بدنية أنه يحج وتوفي وليس ولم يحج وهو ترك مال يمكن أن نحج منه والمال ده ووزعته على أنه ترك فالأصل أنه كان يكون الحج من ماله وخاصة أن أختك قالت أنه يعتحج عنه في هذا العام أنا فاهم أن أنت وقلت أن أختك وابت له الحج ده يعني أنه يعتحج نيابة عنه الأصل أن حج أختك أن الحج ده يكون التكلفة من الميراس يكون التكلفة من الميراس ليه؟ لأنه كان دينا على أخيك كان دينا على أخيك باعتبار أنه هو توفي وهو يمتلك المال وقادر على الحج يبقى هو كان دينا عليه فيحج عنه من ماله فهل بقى الوعد اللي وعدت به أختك هي قالت له أوعدك أوعدك يعني بأن أحجع لك أوعدك فالوعد هنا ممكن يكون بمعنين بمعنى الوعد أن الإنسان بيقول لحد أننا سأفعل كذا سأفعل هذا في المستقبل والوعد أصلا عند الفقهاء غير ملزم إلا إذا ترتب عليه أزل الطرف الآخر فالوعد غير ملزم ولهو تحمل للدين عن أخيك يعني إحنا عندنا حكتين عندنا حكتين بيتنزع المسألة اللي عندنا دي الحاجة الأولانية إن دوت نوع من أنواع الوعد والوعد غير ملزم الحاجة التانية إن لأ ده مش وعد ده إيه ده لا ده واحد تحمل دين عن الآخر إنه بيقول له إيه إن أنا تحملت الدين اللي عليك الحقيقة الراجح في هذا الكلام إنه هو وعد وعد يعني إيه يعني هو بيقول له إن شاء الله أعمل ده مش إيه مش إنه هو تحمل الدين عنه لإنه تحمل الدين يأتي بعد أن يكون الدين في الزمة هو إمتى الدين ده بقى في الزمة لما هو توفي هو لغاية قبل ما يتوفى لسه لسه ما بقاش مدين بالحج لكن هو لما توفي بقى الدين ده عليه فهي لما قالت له أتحمل ده عنك يبقى إيه ما تحملتش الدين يبقى أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى الوعد طيب إذا كان أقرب إلى الوعد فالأصل إنه هو يتم الحج من إيه؟ وطبعا بلا شك إن الوفاء بالوعد أمر حسن لكن إذا كان الشخص بيقول لا أنا والله مش أقدر أتحمل التكاليف كلها فأنا أرى إن هي مستحقة مش مسألة مستحقة أرى أن الأصل أن يخرج تكلفة الحج من ميراث الرجل لأنه كان عنده قدرة على الحج لكي يخرج من المسألة فيبقى داوة المفروض كان يخرج من الميراث وبما إن الميراث وزع على حضرتك وعلى أختك يبقى تكلفة الحج ده تكون عليكم أنتو الاتنين وليس عليها فقط طب والوعد اللي هي وعدته ده غير ملز هي عايزة توفي بالوعد ده وتتخيرهم بها ونعمة في حد ترطب عليه ضرر لي محدش ترطب عليه ضرر لي ده إحنا ورسنا ملئ إلا إذا كان فيه ضرر ترتب على هذا الوعد والضرر ده كان يبقى في حق أخيك مش في حق حضرتك أما وإن هي وعدة الوعد ده والآن وقد يكون الوعدة يوفته بأنها ماذا جعلت هذا الحج لإيه جعلت هذا الحج لأخيك فهي عملت اللي عليها يبقى إيه اللي حاصل يبقى تكلفة الحج دي الأفضل والأوفق والأسلم والذي يكون موافقا لأصول الفتوى إن يكون تكلفة الحج بينكما وليس عليها فقط وخاصة إيه لما تبرعت بده وقالت إن عليها عمل كده معنى المحسينة من سبيل هي عملت اللي هي تقدر عليه بإن هي ماذا بإن الحج اللي هي فزت بي دي عملت بي إيه وهبته لأخيك ترجمة نانسي قنقر